نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السنوية 11 لمنظمات المجتمع المدنية تحت عنوان استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودور المجتمع المدني لبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وعلى أيضا مهمة المنظمات المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار التعاون والتنصيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المصرية نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السنوية 11 لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 ودور المجتمع المدني جندة الاجتماع السندي لحاجة الأولى لتنفيذ أهم الأشياء التي يمكن أن نلتقي عليها المجلس القومي وهذه المؤسسات وهو موضوع التنمية المستدامة 2030 موضوع التاني موضوع القانون لجماعيات الأهلية وكيف نحن بعد مصادر القانون إزاي أن نطلع اللجنة اللايحة التنفيذية بحيث أنها يتخفف من القيود بهذا الألوان شمل الملتقى عدة ورشات عمل لدعم التواصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية بكافة المجالات منظمات المجتمع المدني هي السلاح الأول للتنمية والمستدامة في مصر إذا لم تتعاون وتتكاتف أعتقد أني مش هننجح تنسيق العمل والتكاتف على حل المشكلات التي تواجهها من أجل الانطلاق يهدف هذا المتقى لبحث سبل التعاون ما بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مما يحقق التنمية المستدامة وفقاً لاستراتيجية مصر 2030 ميرنا عادل اوندايف